وكان رسولا نبيئا وناديناه من جانب الطور ليمن وقربناه نجيا ووهبنا له من رحمتنا أخاه هارون نبيئا واذكر في الكتاب إسماعيل إنه كان صادق الوعد وكان رسولا نبيئا وكان يامر أهلا بالصلاة والزكاة وكان عند ربه مرضيا واذكر في الكتاب إدريس إنه كان صديقا نبيئا ورفعناه مكانا عليا أولئك الذين أنعم الله عليهم من النبيئين من ذرية آدم من ذرية آدم ومن من حملنا مع نوح ومن ذرية إبراهيم وإسرائيل ومن من هدينا واجتبينا إذا تتلى عليهم آيات الرحمن خروا سجدا وابتيا فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا إلا من تاب وآمن وعمل صالحا فأولئك فأولئك يدخلون الجنة ولا يظلمون شيئا جنات عدنه التي وعد الرحمن عباده بالغيب إنه كان وعده مأتيا لا يسمعون فيها نقوا إلا سلاما ولهم رزقهم فيها بكرة وعشيا تلك الجنة التي نورث من عبادنا من كان تقيا وما نتنزل إلا بأمر ربك له ما بين أيدينا وما خلفنا وما بين ذلك وما كان ربك نسيا رب السماوات والأرض وما بينهما فاعبده واصطبج لعبادته فاعبده واصطبج لعبادته هل تعلم له سميا ويقول الإنسان أئذا ما ميتنا سوف أخرج حيا أولا يذكر الإنسان أنا خلقناه من قبل ولم يك شيئا فوربك لنحشرنهم والشياطين ثم لنحضرنهم حول جهنم جثيا ثم لننزعن من كل شيئا أيهم أشد على الرحمن عتيا ثم لنحن أعلم بالذين هم أولى بها صريا ترجمة نانسي قنقر